السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زملتكم زهور احمد عضو team muscle test فرقة رابعة اه حشرح معكم النهاردة محاضرة المحاضرة تبقى عبارة عن shoulder external rotation and internal rotation وال shoulder special test بس اول حاجة يعني انا المفروض ان انا حط اقتباس بس انا حبيت احط حديث المرادي لان انا بحب الحديث ده اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم وبالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يقعى معنى الحديث انه مفيش حد بيتولد عنده القدرة على العلم يعني او عنده حصيلة كافية من العلم ولا حد بيتولد حليم بما يكفي كل واحد فينا مع اسراره على انه يتخلق بالخلق ده بيبقى من اصحاب الخلق ده ان شاء الله بعدين يعني لو انت مش هتتولد عالم بس مع اسرارك على التعلم هتبقى عالم ان شاء الله ومش هتتولد شخص حليم حليم معنى صبور بس مع اسرارك على الصبر في كل مرة هتبقى من اصحاب خلق الصبر باذن الله من يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يقع دعاء المذاكرة اللهم ينسألك يا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل السناتنا عمرة بذكرك وقلوبنا بخشاتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير حسبنا الله هنعمل وكيرك يلا نبدأ بسم الله اول حاجة اكي استمنا الروتيشن هنعملها اسسمنت المصل الاساسية معايا مين انفرس باي نيتس وتيريس ماينر والاكسيسوري مصل بستيريور دلتويد احنا عايزين نعرف اهم حاجة في الروتيشن يعني احنا عندنا اربعة مصل احنا مفروض عارفينهم من الاناتومي اللي زمينه ببخر يعني عندنا اربعة مصل سوبراس باي نيتس انفرس باي نيتس تيريس ماينر والسابس كابيولاريس في الاكستيرنا الروتيشن عندي اتنين مصل بيعملو اكستيرنا الروتيشن انفرس باي نيتس وتيريس ماينر البوزيشن بتاع البيشن تبقى عامل ازاي بيبقى برون والهيد ترنت تورد تست سايد ناحيتك شولدر ابداكتد تو تسعين ارم فولي سابورتد انزا تيبل فور ارم هانجينج هانجينج فيرتيكالي اوور ايج اوف تيبل بيكون نايم برون روصه ناحية السيرابست ودراعه بيكون ابداكتد تسعين ابداكتد تسعين والارم فولي سابورتد ان تيبل هنحط تاول تحت الارم ليه عشان ما نقزيش الالبو جوينت والحركة يعني احنا هنعمل اكستيرنا الروتيشن عادي بس الحركة هتكون من خلال الفور ارم يعني انا الهيومرس هتستخدم كاليفر ارم زي بالزبط اكرة الباب انت في اكرة الباب بتحرك من على اليمين بتحرك الاكرة اللي ظاهرها لك على اليمين دي والحركة بتبقى جوه الاكرة العكس انت يعني اصد ان انت مش بتحركها معرفش اتمنى ما كنش لعبطكو يا بس اصد ان انت وانت بتحرك اكرة الباب بتحرك الجزء فالجزء ده بيحرك جزء تاني تمام تمام ان شاء الله تماما. ماشي. نكمل. هقول البيشانت هقول له رايز يور ارم توزع لي في الافزا تابل. دون لاتني بوشت داو. رايز يور ارم يعني هياخد دراعه في اكستانر روتيشن. حرج دراعك عادي وانت بتسمع ويجرب على نفسك ويجرب اي مشاكل. كده هو بيعمل اكستانر روتيشن. انا هتديله ريزيستانس ساي هتديله ريزيستان ناحية جوة. هو هي رايز يور ارم وانا هحاول انزل الارم دي تاني. بيقول لك هنا يعني ممكن اجرب انا الحركة على نفسي واقول له بص انا اعمل ازاي? اعم ازاي. لو مش عارف اوصله المعلومة. اه جريد فايف هيعمل افلابل ريزيستانس قوية. هيجيب الرينج كله. يبا هو كده جيب جريد فايف. انا ميدي له مودرد ريزيستانس. يبا هو كده جيب جريد فور. اه انا اصلا شلتر ريزيستانس خالص. هو جاب فول رينج يبا كده جريد سري. بيقول لك ان انت ممكن تعمل جريد سري و جريد فور و فايف من اه بوزيشن تاني. من الشورت سيتنج. الشورت سيتنج يعني قاعد ومدال ده الرجل. لونج سيتك قاعد وفارد رجل. حاجة هبلها يعني بس قلت اوله. اه شورت سيتنج البو فليكس التسعين. اه. 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 اصرا اه. اه. اه لبو فليكس التسعين. وانا هقولله حرج دراعك بعيد عن جسمك. يعني حرج دراعك لبرا. اه هحط يدي بس تحت دراعه لمنجرد ان هي اه تمنع الفريكسين. بس مش هتاسسته في الحركة. مش هساعدو يتحرك. اه. 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 عشان جريد فور و فايف الآر ترنيد تبوزيشن. اه. هديره الريزيستنس ومفروض ان انا في الشورت سيتنج بديله بديله الريزيستنس اقوى مما كنت بديهاله لما كان برون. ليه? لان برون اصعب. انما الشورت سيتنج اسهل ان هو يعمل اكستنر روتيشن. فانا الريزيستنس عشان يكون التست منصف يعني بالنسبة لي هددله وريزيستنس اقوى. بيقولك نوت is more difficult to isolate the external rotators in this position. يعني الكلام ده يعني هو مش شرط ان هو في هو قاعد كده جسمه حر. مش شرط ان هو يعمل اكستنر روتيشن بيور. ممكن يعمل حركة تانية معها تساعده في الاكستنر روتيشن. يعني ابسط مثال ممكن يميل بالترنك وانت مفكر ان هو بيعمل اكستنر روتيشن. مهم بيعملش اكستنر روتيشن بالضبط يعني بيعملها بس في حركة تانية بتساعد. حركة تانية بتهيأ لك انت شايفه وبتعمله اسيسمنت ان هو بيعمل اكستنر روتيشن. تبصت لاقيه اما يلي بيجزعه ناحية اللاترال يعني. فلما بيبقى بيعمل برون بيكون جسمه متسبت على البلينز. فصعب بالنسبة له يعمل كده. جريتو وان وزيرو. في جريتو طبعا احنا عارفين احنا بنعمل جرافتي المانيشن. يعني بنحاول نعزل قوة الجيازبية ديا انها ما تزوقش دراعه لتحت يعني فهنقعده عادي هيبقى sitting وهيبقى elbow flex 90 برضه بس هنقعده ايده على تاول يعني انا بقول ايه على تابل قصدي بيقولك visualization is maximized in this position لازم اركز اشوف هو بيعمل اصلا external rotation ولا بيعمل subination مثلا وانا مركز مع ال elbow مش واخد بالي من shoulder مش واخد بالي اصلا ان shoulder ما تحركش هو كل اللي هو عمله نوع نصفينيش فانت عملت ايه ما عملتش حاجة او ان هو مثلا مبايل بالترنك زي ما انا قلت قبل كده وانا متخلل ان هو عمل external rotation هو ولا عمل اي حاجة grade 2 هي complete available range هي يعني برشية range يعني هيعمل نص range ومش هيكمله grade 1 هنا بنعمل البلبيشن البلبيشن بيكون فين احنا قلنا ان احنا عندنا عضلتين اساسيتين احنا عندنا روتيتور كاف اصلا كلهم كده بيقوموا متجمعين على بعضهم وعملين لي حاجة كده اسمها interval الكلام ده هنقوله قدام يعني في special distance بيعملوا حق يعني التندنز بتاعتهم بتتجمع في مكان معين انا بقى اعمل فين قلنا طبعا احنا عارفين الفصة يعني اكيد فاحنا هنا هنيجي عند الاسكابيولة ناحية lateral وهقوم مدخل ايدي كده من lateral border بتاع الاسكابيولة واقوله يعمل هحس ب bulbable contraction بس هو مش هيتحرك يعني فعليا هو مش هيبقى عارف يحرك دراعه في الاكسترنار بس انا حاسس contraction ضعيف المهم اني حسيت كده هو جاب جريدون ما حسيتش اي حاجة خالص يبقى ما جابش اصلا يبقى كده zero اه ماشي بيقولك في case of weakness of these muscles humeral assume position of media rotation انا عندي زي ما قلت في الاول روتيتور كف منهم بيعمل internal ومنهم بيعمل external اللي بيعملو external فيهم weakness يبقى يبقى ال shoulder هيبقى باخد وضعية ال internal rotation على طول وهيبقى lateral rotation في ال anti-grafty position difficult or impossible هيبقى واخد ال internal rotation وصعب عليه جدا انه هو يحركها في external rotation helpful hints هما بيبقى مربع كده في الكتاب بس انا حسيت ان شاكدها مش مريح للأعصاب يعني فقلت ما افصصها كده وناخدها واحدة واحدة resistance in these tests of shoulder rotation should be administrative gradually and carefully ليه cd احنا عارفين ان shoulder joint هو يعني نفصل معرض للاصابة طول الوقت واصاباته كتير وحواراته كتير والميكانيكس بتاعته صعبة وكل الكلام ده فبيقولك انه بالراحة 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 هنا serapist must be careful to discern whether subination occurs instead of requested external rotation لسه الهة انه serapist الاصدي لازم ياخد باله هو الpatient ده اصلا بيعمل subination ولا بيعمل الا يعني ما تبصش على القلب بس وتتجاهل اللي احنا اصلا بنعمله assessment during testing of grade two grade one بالخصوص انه ممكن يعمل لان انا بكون حاطت دراعه على او على table وباصص انا على القلب ومتجاهل بالشولدر فلا لازم احنا ناخد بالنا من الشولدر يعني eliminating gravity for grade two test can be done by supporting the patient for arm by using table قلناها مرة هنحط ايده على table اه if using table as to eliminate friction بيقولك انه مفروض تحط ايدك يعني عشان اه يعني انت بتستخدم ايدك كأنها هي هتمنع الـ الجرافيتي يعني ان هتشده هترسيه على ايدك يعني هترسي ايدي البيش انت على ايدك ليه عشان ممكن التابل تكون عاملة فتضعف لي يعني الحتة دي مهمة قارب بيقول لك ان وهو في طبعا احنا عملنا له هو في برون بس لو يعني لو احنا عملنا في اقصى طاقة له في بداية الرنج يعني وهو بيعمل في بداية الرنج بيكون في موضوع صعب عليه شوية بعدين بتبقى اسهل اه هل السوباين بوزيشن دوا حلوة لوحش هو لو ميزة و لو مقعيب الميزة ان هو بيكون بيعمل ستابليزيشن للسكابيولا السكابيولا بتكون راسيه على البلينز فمش هتتحرك فمش هتأسست في الحركة زي ما بيقول في الصفاء اخر ساطرين ستابليزينج افكت زا سكابيولا بس احنا قلنا برضو ان دي الميزة اللي فيه بس قلنا ان اللعاب اللي فيه انه هو بياخد في بداية الرنج فرص عالية يعني عشان عشان يوفركم الجرافتي هنبدأ بيها يعني ايه قصلا تريجر بوينت يعني مكان انت بتحس بيه بقلم شديد متمركز في نقطة معينة ميوفيشيال تريجر بوينت مينلي يعني فيه اماكن بتحصل فيها مينلي بالنسبة للسوبراس باينيتس يعني واماكن رير مينلي فين مينلي فين بيقول لك في الانتيريور دلتويد هنا هو واماكن كمان اكستينت داون وفرونت احفظ الصورة لان الدكتورة ممكن تجيب سؤال بتقول لك فيه السوبراس باينيتس بتكون فين مينلي فين او رير فين وممكن تجيب لك الصورة كده تلزقها وتقول لك التريجر بوينت دي بتاعت انها عضلة قولي فانت احفظ شكل الصورة واحفظ الكلام اه ماشي احنا قلنا انها مينلي بتكون في الانتيريور دلتويد وبتنزل داون وفرونت اه كمان او او عينيور ريدياد او في الانتيريور دليجر يعني ناحية الصوم ريديا لناحية الصوم افتكاره او بيكون في الصوم اوكسيبتال ايريا زي هنا كده تشايف او بوستيريور سيرفايكال إيرياز ريفير للبين أوفر إبسيراترال ريمبويدس زي هنا كده يعني المكانين دول الصب أكسبتل وعند البوستيريور سيرفايكال إيرياز أو الرومبويدس إبسيراترال رومبويدس دول بيكونوا ريرلي عندما أنتيريور دلتويد أنتيريور دلتويد ريجون وبتفضل تعمل داوين وورد وفرانت ولاترال أسبكت أوف الأرم وفور أرم ورديا الهاف أوف الهاند وكل ده مين لي احفظ شكل الصور أهم حاجة والله بجد يعني بدون مبالغة ماشي ماشي يعني أنا إيه أصلاً اللي بعملي التريجر بوينت دي ريزولتس فروم أوفرلود ويل تيشينج باكورد أند أب واحدة واحدة معلشت أنا أسفع الكوحة دي يعني إيه أوفرلود ويل تيشينج باكورد أند أب يعني مثال بسيط جداً أنت راكب أوتوبيس وملاقيتش مكان فاتطرت تقف وتمسك في العمود اللي بيكون فوق ده فأنت مسكت إزاي رفعت دراعك لفوق ومالت لورا شوية ومسكت جيمة طب محركك قدام وإنت دراعك مسكة لورا فأنت تحركت قدام ودراعك رجع إكسيسف لورا ففيه أوفرلود فالمكان ده فالحركة الغشيمة دي ممكن تسبب في ظهور الواجع يعني في التريجر بوينت دي مش لازم الأوتوبيس يعني ممكن المترو برضو يعني ماشي تريجر بوينت فين التيرس ماينور دي سهلة جداً سهلة موت بص على الصورة هتلاقى واضحة أوي يعني برايمري ريفيرر is over a very small specific area of the back and shoulder حتة لوكالايز دي جداً صغيرة جداً وواضحة نيرزالاترال بوردر أوفزا سكابيولا يعني ناحية التندون يعني ناحية الإنسيرشن بتاع التيرس ماينور deep in posterior deltoid احنا في اللي فاتت في الصبرسبينيتس قلنا anterior deltoid في القصدي التيرس ماينور ولا ايه قلنا في posterior deltoid rarely to four and the fifth finger as numbness and tingling not pain هو أصلاً احسست النومبنس والتينجلينج ده يعني ايه يعني ببساطة انت جنمت على دراعك فدراعك ده خد الخد اللي احساس التخديد ده هو النومبنس والتينجلينج وأكيد خدتوا حاجة زي دي في الالكترقة وهتاخدوها يعني ايه يعني انا ضغطت على نيرف يعني انا حشرت النيرف ده بالوضعية الغلط بتاعتي دي فحسيت بالإحساس ده ليه أصلاً يعني ايه الرابط بين الإحساس ده وبين القلم بتاع التيرس ماينور يعني ببساطة اللهم صلي على حضرة النبي التيرس ماينور بتتغذى بالأجزيلاري نيرف والأجزيلاري نيرف سبحان الله بيغذي برضو السنسوري سابلاي بتاعه يعني تغذية السكين بتاعته بيغذي الفورس والفيفس فينجر فلو انا حصل عندي كومبريشن بالتالي العضلة اللي هو بيغذيها هيحصل فيها هتبقى تندر يعني هيحصل فيها بين وبرضو السكين اللي هو بيغذيه هيحصل فيه تينجرينج أو نومبينز بس مش هيحصل بين يعني هيحصل بين ايه هو هو مجرد النيرف فيقى عليه كومبريشن فيعني مش واصل سابلايك مش واصل نيرف سابلايك كويس فهتحس ان المكان مخضره بس مش اكتر وبس انترنال روتيشن من مصل ليلة كبيرة سابس كابيولاريز سابس كابيولاريز احنا لسه علمها في الروتيتور كوفمال البكتوريرز ميجور كلافيكولار وستيلنال بارد واللتسمس دورزاي مش فاكرة انا ما جبتش صورة للتسمس دورزاي بس ايه سهل يعني هي العضلة اللي فرشة فرشة في الظهر بس من ناحية تحت هي بتكون هنا كده في الجزء ده كده وبتكون عاملة انسيرشن هنا كده يعني بتبدأ عريضة وفي الاخر كده وهي بتعمل انسيرشن بتبقى تندون رفاية عادي زي اي عضو فوق بتكون الترابيزياس ازلنا عارفيني اه تمام اكسيسوري مصل الدلتويد انتيريور احنا قلنا في الاكسترنا روتيشن الدلتويد بوستيريور في الانترنا روتيشن الدلتويد انتيريور رب نفتكر جريت فايف وفور وجريت سري بوستيريور هيكون ازاي هيكون نايم برون برضو عشان الحال يعني الحركة تكون اسهل عشان احنا قلنا مرة ان الاسكابيولة لو كان نايم صوبايم بتكون متسبتة فالحركة بتكون اسعب برون يا رب نفتكرها برضو هيكون نايم برون وبنفس الكنسبت بتاع اكرة الباب يعني اظن واضحة هنا قوي انا قصدي ايه هنا كده المفصلات والكتف ده هو الباب هنا كده المفصلات والكتف ده هو الباب ودي الاكرة وهو مسك الاكرة وبيزقها لتحت مرة وبيزقها لفوق مرة هو زقها لفوق في الاكسترنل وفي الانترنل هيزقها لتحت بحيث الجليونيت كافيتي تخش الجوة فنبقى عملنا انترنل روتيشن هو بيعمل internal rotation وأنا بعكسه في اتجاه external rotation بس عشان ما حدش يطلقه ماشي brawn with the head turned toward the test side shoulder is abducted 90 وهحط تاول عشان ما أزيش ال elbow joint وال forearm hanging vertically over edge of table great 5 هيجيب ال complete full range وأنا ميديله maximum resistance أو strong resistance great 4 وهيجيب ال full range في great 3 هشيل ال resistance خالص هيجيبها يعني كلام محفوظ في كل test بنقوله هعمل position ثاني alternate لأي سبب برضو هو مش عارف يعمل brawn يا سيدي عنده clavicle fraction عنده أي مشكلة صدره بيديه لونة لونة brawn هيقعد setting short setting يعادي elbow flexed 90 with therapist stabilized inside the elbow while the other hand provides the resistance as the fuller flexor surface أنا أسف أني ما عملتاش بالبونت أحب أعدلها في data بس إحنا في external rotation قلنا إن إحنا كنا بنعمله في extensor surface بنديله بنديله resistance بتتقعتنا من extensor surface يعني من هنا إنما لو تلاحظوا في الصورة هنا دراعه قصدي إيد السيرابس تدخل الجوة يعني من ناحية flexor surface وبيزققها لبر بيزققها في external rotation وأقول له زق إيه أنت دراعك لجوة على جسمك وأنا أخذه لبر تمام تمام إحنا قلنا برضو مرة في external rotation إن الوضعية دي أسهل فأنا مفروض أتديله resistance أقوى عشان أبقى منصف يعني يبقى زيه زي العملتله وهو patient internal rotation أنا أقول له أنا هخليه يدخل دراعه الجوة bowling arm toward the abdomen يعني دخل دراعك ناحية بطنك وأنا هحاول أرجعه لبرا وأقول له يعني اللي هو قاوم إيدي ما تخلينيش أرجع دراعك لبرا ماشي grid two one برضو هنخليني يحط إيده على table برضو عشان gravity elimination shoulder في هنخليه sitting position shoulder neutral position gravity eliminated يدو على table وبرضو visualization is maximized in this position ليه المرة الفتتة كنا خايفين إنه هيكون بيعمل subying وأنا مفكره external rotation المرة دي خايفين إنه يعمل bronation أصدي أنا أسفل المرة الفتتة كنا خايفين إنه هيكون بيعمل subying internal rotation المرة دي خايفين إنه يعمل bronation وأنا مفكره internal rotation فأنا لازم أركز وأشوف والشولدر بيتحرك إزاي grid two partial range grid one بفروض إن أنا بعمل في البلبation هحط إيدي فين زي الصورة كده بالزبط ناحية الأجزلة طبعا إحنا عارفين إن ريتوتر كف بيخشوا ويعدوا جوة الجوينت فإحنا في infraspainitas كان الأسهل إن إحنا نجيبها من وراء إنما في الصابس scapular زي أصلا عضلة ديب جدا مبطانة الصابس scapular فصة من جوة فالأسهل إن أنا أخش من الأجزلة أخش من ناحية الأجزلة زي ما هو في الصورة كده أدخل صابعي هنا كده هحس بال بلبable بس أصلا الصابس صعب إن أنا أعمل لها هو الأسهل إن أنا زي ما قلنا من المسلز اللي بتعمل المسل فأنا هنا هحس بتاع بسهولة يعني إن شاء الله ماشي زي ما قلنا برضو إن هي هتقوم بتاع يعني هتمنع الفريكشان مع التابل قلناها برضو في الاكسترنا روتيشن بسم الله سبشيال تست نعم قاعدة مستني اللحظة دي من بداية المحاضرة آآ تمام أصلا يعني قبل ما نبدأ في أي حاجة يعني سبشيال تست سبشيال تست ده ما فيوش كل الخطوات اللي فاتت اللي هي أستنبة واحدة وبنقولها في كل التستات ده هو وضعية معينة أنا عايز أشوفها البيش أنت هيحس بيها بأعراض معينة أنا كده أتأكد أنه عنده مرض معين أو بسولوجي معين يعني ايه الكلام المعين ده كله يعني أنا عندي مثلا عندي مثلا عضلة معينة ممكن يحصل فاتير قطع والعضلة دي بت بتبقى في سلاج أو في يعني سلاج يعني ايه يعني ان هي الفانكشن بتاعتها بتكون بتعمل يعني هي بتعمل مثلا الفانكشن في وضعية معينة بالضبط دي جريز معينة أنا حطها فيها فعرف أنه آه إن أنا لو لو التست ده طلع بوزيتف يبقى هو الحاجة اللي في دماغي دي صح مش عارفة حسن اللي أغبطكو بس الكلام هيبقى أوضح يعني في التفاصيل وإحنا جايين يعني في الطريق إن شاء الله سبيشال تست في الشولدر عندي كام تست هيبقى عندي تندون تست تلاتة سبيتز وامتي وفولكان تست امتي وفولكان هما تستين في بعض واكستر تيشن لك ساين واللبرال لابرال تست كرانك تست انحشور يعني الوان يرزو ساين والهوكن سكن دي تست يلا بسم الله ناخدهم واحد وواحد بسم الله أول واحد سبيتز تست على فكرة سبيشال تست أسهل من التستات التانية يعني ولا هيقول لك أنه المصل اللي هتعمل ولا ولا في أي حاجة هو تست بسيط كده تحفظه وتبص ميه في دماغك هتخش تعمله وتاخد الدرجة يعني لو جيه لك احمد رب ناص أول حاجة الاسبيتز تست ده يعني أسماءهم ما تركزوش معهم هي أسماء العلماء احنا مناش دعوهم بنكون يعني بنعمله ليه الهدف منه بيقول ايدنتفاي بايسبس تندون باستوليجي ان بايستيبيتز جروف اند انستابل سوبيريوس لابرال انتيريور بوستيريور ليجون ايه الكلام الملغبط ده يعني اسلب ليجون أصلا سواء بسم الله شايف الصورة دي هنا كده اللابرام ده هو الجزء اللي بيغطي جيلونويت كافيتي عشان الهيوميراس تخش ترشأ جوه في الجيلونويت كافيتي ده لو اللابرام ده اللابرام ده بيكون مسك فيه تندونز من جهات كدير لو حصل فيه قطع او ليجون يعني بيعمل انستابلتي في الجوينت يعني بدل ما كان الجوينت انتكت ماسك جوه كويس بدل ما كانت الهيوميراس دي ماسكة جوه كويس كده فيه حصل قطع فالهيوميراس تحركت وراء التندونز اللي ماسكة معها رجعتها الوراء كده فحصل فيه انستابلتي شيل كل الهرب ده انا بس عطيت الصورة دي عشان تعرفوها عشان ما تباش بتقول سلاب سلاب يعني اسلاب انا مش عارف اه نرجع تاني اه ماشي البيشانت بيكون ازاي واقف اصابي انا على جنبه اه على جنب في المكان ان انا شاكك ان فيه اصابة يعني ستين للتسعين يعني فارد دراعه قدامه زي ما انا شايف كده زي الصورة بالزبط والفور ارم مبصص لفوق البالما قصدي بصص لفوق سواي تاني هنبص للصورة هنلاقي واقف هقف انا على جنبه اللي انا شاكك ان فيه باسولوجي واقول له يعمل لقدام خالص يعني دراعه مفروض تماما والفور ارم مصبينيتد الفوق البالم فيسنج السعف مش فاكرا السعفك نسموه ما علين السراب استبوزيشن عند الافكتد سايد زي ما انا شايف كده ايد عند الشولدر عملاي لها استبلايزيشن والاثر هند عند الفور ارم في الانتيريور سيرفيس او في اللور فور ارم هنا هي الاكشن هقول للبيشن مينتين ستارت بوزيشن يعني خليك ثبت وضعيتك دي وقومني انا هديله دونورد بريشار دونورد بريشار مدرعي كده بوزيشن هيكون بوزيتف لو ايه اللي حصل بوزيتف لو بين لوكالايزد بايسبتال جروف بايسبتال جروف هنا كده ده البيسبتال جروف عند الونج هدء في البيسبس لوكالايزد بين هينديكيت ايه هينديكيت دينوبسي تندينوبسي يعني في في انفلاميشن في التندون اه اغورترور تينوساينوفايتس يعني عندي الساينوفيس الساينوفيس فلويد اه في انفلاميشن برضو وفي لونج هدء وفي البيسبس انا اسفة دي بارسيتد بين يعني بين شديد واقوى واشد يعني انديكيت ايه بايسبس لابرال كومبليكس انجري زي اللي احنا شايفينه هنا كده يعني خدت حتة من اللي برام هي ماشية فعملتلي انجري عملتلي سلاب ليجون ده لو ايه ده لو القلم اعمق تمام تمام ايه الكلام يعني بيقولك انه لو حصل لونج هدء في البيسبس مش هيكون في قلم هيكون العضلة ضعيفة بس انت هو مش عارف يعمل حركة بس انت موجوع لا مش موجوع بس بس هلاقي ان في حاجة اسمها بوباي صاين ايه البوباي صاين دي هلاقي في العضلة تكورت تكورت لتحت بالشكل اللي انا شايفها ده لها فيديوهات الدنيا على اليوتيوب لو عايزين تشوفوها ماركت بولج قبير جاستق بافزق البو يعني الحتة اللي فيها بلك بتاع العضلة دي هتلاقيها عملت كورة والحتة اللي فوق دي بقى تفلات الجزء التندون بتاع العضلة بقى تفلات ليه عشان حضر الربشة او تير مور بروكزيملي زي مصل از نوتابلي ابسنت يعني الحتة دي بقى تفلاتي في الحتة البروكزيملي في الجزء البروكزيملي ساعة ماشي التست اللي بعته امتي فول كان تست قبل ما اقول البربس وقبل اي حاجة انا عايز اواجهولكم وخليوه متبصمج في دماغكم امتي اعمل يعني لتحت كده يعني زي ما بيقول ان هو لا انا مش تمام انا امتي فول بيقول لك انا اوكي انا زي الفول هنا هون اوكي تمام انا اسف انا طلعت برر الموضوع خاطص امتي فول كان تست بنعمله ليه بورشيال او نيورجينيك ويكنس او نيورجينيك ويكنس يعني ايه يعني النيرف ضعيف شوية في مشكلة في النيرف اللي مودي للسوبرس بايناتس بريسنس او استغفر الله او في تير في التندون بتاعها والويكنس او السوبر سبينيك احنا قلناها بيشن تبوزيشن ستاندينج او ستنج او 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 ستريتمنت كوتش سربست تبوزيشن بصوا هو شبه اللي سبيت زي بالزبط بس الفرق الوحيد في ان ان فور ارمي مش هتكون عاملة مش هتكون عاملة سبينيشن ماشي ماشي السرة بيستولقي هيكون ستاندينج في الافيكت ايليفاشن اكشن شولدر باسيفلي ايليفاشن انا اللي هرفع دراعه مش هقوله اتحرك انا اللي هرفع دراعه انا اللي هاخد دراعه في باسيف ايليفاشن للتسعين في الاسكابيولر بلين فولي انترنل روتاشن وز فور ارم ان برونيشن يعني احنا دلوقتي بنقول الامي تيكان الامي تيكان اللي بيكون الصمب تورد الفلور بيبقى ايه الصمب تورد الفلور يعني احنا واخدينه في انترنل روتاشن والفور ارم برونيشن والصمب متوجه لتحت الكلينيشن ستابلايز السكابيولر وز وان هاند اهو هو مسك بدراعه السكابيولر والدراع التانية حطتها على الفور ارم اهو بيدولو داونور داونور ديبريشر ابلايز تو اه تو زا ارم ناشي مخصر ارم ستابلايز السكابيولر وز وان هاند استابلايز اثر ابر سيرفيز او زا بيشن تفور ارم داونور ديبريشر زين ابلايز تو زا ارم ويزا بيشن مانتين زا بوزيشن هقول البيشن تثبت وضايتك ما تخليش انزل دراعك لتحت دا ايه دا الامتي كان الامتي كان لما كان البيشن عامل الصم بالنحية تحت والصم متوجه نحية الارض نحية الفلور الفول كان بقى نفسه كل حاجة مش اكسترنري روتيتب مش هيكون بقى هيكون والفور ارم هتكون في والصم بتورد الابورد ماشي ماشي ادي الصورة اهو واضح خالص نقول العيه تاني من هنا بتدي من على هنا موجه الصمبل تحت اميتي عامل انترنال روتيشن انترنال روتيشن اه بين مش محتاجي اطويح هنا في الفول عامل اكسترنال روتيشن واحدة بتعمل بريشا اوبر الفور ارم والصم تورد السيلنج ايوه افتكرت يعني ايه سقف الحمد لله ماشي الابوزتف ساين ايه ريبروداكشن اف البين زاوت ويكنس يعني يعني انحشار او انحشار يعني ايه يعني بص معايا للصورة دي كده سواي سواي زي ما احنا شايفين هنا كده انا عندي انا عندي ايه هنا في الصورة عندي الجيلونيت كافيتي والهيومرس الهيدو في هيومرس اها دخلة فوق هيومرس في عندي الكلافيكيو الكلافيكيو اكيوم اكروميو كلفيكيولر جوينت اصلي انا اسفة الاكروميو كلفيكيولر جوينت ده تحته بيرسة بيرسة يعني ايه يعني مخدة وسادة كده كيس فيه ميا بيمنعلي الفريكشن في الحتة دي انا عندي هنا بون داخل تحته تندونز لو ما فيش البرسة دي التندونز دي البون هيخبط فيها فهيعورها كل ما كل ما اتحرك كل ما اتحرك والتندون دي تخش جوه الجوينت هلاقي هلاقي البون عورها فالبرسة دي بتمنعلي ان ده يحصل يعني بقى انبينجمينت يعني ايه يعني البرسة دي مسلا فيها انفلاميشن فزادت اتورمت عملت لي هنا ايديما كده والحطة حمرت وورمت وحصل كل ما السبرسة بينتز دي تتحرك كل ما تتحشر لجوه خلال الحركة بتاعتها ارجو تكونوا فاهمين يعني ان شاء الله ان شاء الله كمان نرجع احنا قلنا يعني هو بص هو بيعرف يعمل الحركة يعني هو انا بقول له يعمل الحركة بيفضل عادي مسبد دراعه يعني دراعه مبينزلش التحت لما انت بتقول له سبت دراعك وبتديره برشار دراعه بيفضل في مكانه عادي كدا بس هل هو بيكون عارف يعمل الحركة دي بسهولة لا هو بيبقى موجوعة هو عارف يعملها بس موجوعة البرشار اللي انت عمله ده عمله باجعة بين فلويك نسبقة يعني هو اتواجع وما ما قدرش ان هو يثبت دراعه في الوضعية دي ده معناه بورشال في التندون بتاع اللي احنا قلنا ان هو ماشي تحت البرس ده ماشي نخش على التست اللي بعده بنعمله ليه انا معرفش انا نطقي بيني وين نفسي بيبقى احسن من كده ماشي شكل التست او هنا هو وده الشكل التاني هنقول احنا بنعمل لي دلوقتي ماشي بيشن تبوزيشن سيتنج وستانتنج وز افكت اول مين ديبندن تبوزيشن وز البوفليكست دو تسعين بندد بوزيشن يعني ان اللي هحركي وانا اللي همسك الارم دي احطه في الفلكشن تسعين كليشن بوزيشن عند الافكتت صايد يوزين وان هند تصبورت بيشن تلبو اذر تو هول بيشن تارم جاست ابوف زرست وان هند تصب وان هند اهو تصبورت الالبو واحد جاست ابوف الرست نرجع تاني اه ماشي شولدر باسفلي إليفيتد عشرين انسكابيولار برين اه زين تيكن تو وابوت خمسة شورت فول اكسترن روتيشن اكشن ماشي هو اصلا اسم التست اكسترن روتيشن لاك ساين اه 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 خدتو في ايه خدتو تسعين فليكشن وعشرين فليسكابيولار برين يعني يعني ايه الكلام ده انا اصف اه تسعين فليكشن هو هنا مش فتسعين فليكشن بالزبط يعني بس احنا هنتبرها تسعين خدتو فتسعين فليكشن في يعني في نفس الاتجاه بتاع سكابشن بوزيشن. ممكن تبحث عنها في جوجل سكابشن بوزيشن. هتلاقي انه هو بيكون عامل فليكشن مع سيكة ابداكشن كده. والمهم زي ما هو في الصورة كده بالزبط. هاخده انا بايدي. هعمله الفليكشن بايدي وهقوم واخده في خمس درجات لورا ايدي دي. هتسحبه الورا في اكسترنال روتيشن. تمام? تمام. ايدي هتسحبه الورا في اكسترنال روتيشن. بس حاجة بسيطة. خمسة بس. مجرد خمسة. الاكشن استيل سبور تينجي بيشن تقلبو. انا هردل ماسك القلبو. وبعدين هقوم سايب الريست من ايدي. اه هقول للقبل ما سيب الريست من ايدي هقول له ان هو يحافظ على الوضعية اللي انا عملتها دي. زي ما في الصورة كده في الصورة ايه? هقول له انا هقوم انا مسك تحت الالبو بايد. وتحت. وفوق الريست بايد. تحت الالبو بايد. وفوق الريست بايد. في الصورة التانية ساب ايده اللي فوق ريست ثابت خلاص. بس قبلها هقول له منتين البوزيشن ده ما تحركوش. بوزتف بقى اللي بيحصل. بوزتف تست. لو البيشن انت معرفشي ثبت ايده في الاكسترنال روتاشن وقامت ايده وردل قدام معرفشي يعني الاكسترنال روتاشن الخامسة اللي انا رجعتهم لورا دول معرفشي ثبتهم هنا هيحصل لاج او سبرينج باك زي السوستة كده زي ما انت بتضغط السوستة وتسيبها فتقوم راجع المكانها هو ده اللي يحصل بالزبط عشان كده اسمه اكسترنال روتاشن لاج ساين ماشي كلينيكال كونتكست لاج اف عشر الخمستاشر اما اللاج من عشر الخمستاشر يعني بيقولك انه هو لو عمل سبرينج باك لورا كده حوالي عشر الخمستاشر يبار عندي كده كومبليت تير لتندن واحد انفرا او سوبرا معرفش هو تندن واحد منه انما لو اللاج اقوى من كده يعني الرد اللي ردها الورا دي اقوى ده معانا ان اللي اتنين تندن اللي اتنين معطوعين تحت هنا كده بيشرح لك الكلام اللي تحت ده يعني على الصورة بيقولك ان ستاردينج بوزشن هنا في ايه لاك ساين وز الشولدر هيلد باسفلي ان بوزشن ايه بوزتف تسته انديكيت لو حصل سبرينج باك بعد ما شلت ايدي في الوزشن بي ماشي كرانك تست والله قربنا نخلص بدأ التفرق كرانك تست بوربس أسس فور انستابل سبيريور لابرال انتيريور سبيريور سلاب ليجون احنا يسه قايلينه في الصورة ورا لو انت مشو خد بلك منه يعني ارجع او لو انت بتسمع الفيديو من المص يعني مزنوق فارجع شوفو ماشي Patents position Sobine أو sitting with elbow flexed to 90 هاجيب الصورة دلوقتي صربس position standing adjacent to affected shoulder holding patient flexed elbow ادي الصورة هالصورة دي مش اوضح حاجة بس يعني ازاي احنا شايفين هوا صوبين. اه صوبين والقلبوفليكس التسعين. اه الاكشن هعمل ايه بقى? بسم الله. هو ده اللي انا بقول عليه. وده اللي انا كنت بقول عليه في ان انا على نفس اتجاه. اه هعمل ايه? محسن. اه بس اللي اكتب. وبعدين انا هعمل. يعني ايه? يعني ايه? يعني زي اتجاه السهم في الصورة كده. يعني انا هعتبر هعتبر الهيومرس دي وهقوم اه دافع او عامل برشار عليها هي نفسها. ازاقها هي التحت. كده اجزية اللوت. اه نرجع تاني. ماشي. وبعدين زي. زي ما انا قلت. زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو بتاع او كرة البيان. اه الصورة دي انا مش شاكل ماها واضحة. فانا حطي في اكسترنا روتيشن. سوايا. هنا كده. في اكسترنا روتيشن لفوق. ومره هاخده لجوه او لذحت. في انترنا روتيشن. اظن الموضوع يعني انت لو لو حطيت نفسك مكان الهيومرس كده هتفهم يعني ايه اكسترنا ويعني ايه انترنا. الموضوع عيب واضح قدامك طول ما انت بتجرب من الآخر يعني. نرجع تاني. ماشي. اه بوزيتف هتبقى امتى? او بين فول كليكينج. هحس ان فيه طرقعة في احت ايدي. او اه. او كاتشنج سينسيشن يعني هحس زي ما يكون الجوينت علق. انا بحاول ارجعه هو مش بيرجع معي. في حاجة معاصلة جاء الحركة معي. ده كاتشن سينسيشن. او بين فول كليكينج يعني حسيت ان فيه طرقعة كده وبتوجعه. او من الاحساسين دول. اه. ده بي بيأكد ان في ايه? ان فيه لابرال تير. زي ما احنا قلنا. اه. مست لايكلي تو اليكيت ديورنج الاكسترنا روتيشن. يعني ان انا بحس بالكليك او الكاتشن سينسيشن ده في الاكسترنا روتيشن فيز اكتر من الاكسترنا روتيشن. اه الصورة. ماشي. اه سهل موت ان فيش اي حاجة. كل اللي احنا عايزين نعرفه ان احنا هنحط ان هو بيقولك سبقه سبقه اكروميا الامبرجمنت للسبقه اكروميا البيرسة اللي احنا لسه قايلين عنها شوية. اه. او ايدنتفاي سيمتوماتيك سبقه اكروميا الامبرجمنت. ليه بيقول سيمتوماتيك يعني ممكن يكون حصل بس هو لسه ما عمليش الوجع او ما او مؤثرش عالتين دون فما عملش سيمتومز لسه. انما ده لأ قصر. سبقه اكروميوم بيسة اند لونج هيد او في البيسيبس. اه اللي هو بيعديه تحتها. اه زي ما احنا شايفين في الصورة كده. وانا هقوم واخد الارم الفوق خالص. انزا انا تمكي الوزيشن يعني فول فليكشن. لفوق. صورة بستا بوزيشن عن عند الافكتت صيد. هي مش ظهر او في الصورة بس في هندي هنا كده تحت ورا السكابيولة. عمل لها السكابيولة. والهند التانية بالارم. بيلو زا قلبو. بيلو زا قلبو يعني الارم. يعني ما ما بيلو يعني انا الالبو الفوق اهو وانا وانا تحتها. ما علينا. المهم اه زا ارم اصدق زا ارم اصدق الزين باسفلي. الفول فليكشن. فول فليكشن يعني مية وتمانين. بوزيش كابيولة ستابلايزد. اه بوزيش في امتى لو لو اند اند الرنج لو في حصل اند في اند في اند في اند رنج حسيت ببين ده معناه ان في انبينجوينت. اه. معلومة مش عليكو بس انا هقولها. اه في حاجة هناخدها بعدين اسماها فروزين شولدر. فروزين شولدر ده يعني ايه يعني الكاتف متيبس. هو هو الكتفة عبارة عن كومبليكس مش مش جوينت واحد يعني زي نحنا قلنا قدام والجلينوهيوميرل اللي هو المتعرف عليه من الشولدر بس هو مش الجوينت الوحيد يعني في الشولدر كومبكس او الشولدر جلد. اه الفروزين شولدر ده بيبقى في الجرينوهيوميرل الجوينت. اه اللي بيحصل بيحصل انفلاميشن. فبتبقى محياتها الحركة بتخليها صعبة جدا انها تحصل ليه? لان التندونز بتكون اه فيها انفلاميشن شديد وفيها واجعة. اه فده في بداية الرنج ما بيباش عارف اه بيحصل اصد من اول الرنج خالص يعني مجرد ان هو يرفع عشر درجات ابدكشن بتبقى مؤلمة بالنسبالي. انما اللي بيخليني حدد ان ده مش فروزن شولدر ان هو في الاند رنج. اد زا اند اوف بسف اليفشن موفمونت. ان انا بعمل له بسف الاند خالص بحس ان فيه واجع اه يبدأ انحشار او اه ماشي. مسك الختام الهوكنز كندي اخير حاجة اخير حاجة اخير حاجة وهسكت. اه بروس برايماري بروس اوف زا تست از تو ايدنتفاي الصب اكروميال اول انترنال امبنجمنت زي اللي فات. اه بش انت بوزيشن ستنج اول ستاندنج اول مريلاكس انز اناتوميكال بوزيشن. فين الصورة? هادي الصورة. نفسه برضو كنسبت الوكرة الباب. اتعبت معنا النهاردة. اه. ساة. ستنج اول ستانينج وز اول مليكس انز اناتوميكال بوزيشن. اه هنا انا الي هاخدو. انا الي هاخدو في بس في موشان يعني. اه ستاندنج اول بوزيشن بوزيشن البيشان بوزيشن ستاندنج اول ستاندنج ماشي الاسرابست بوزيشن. اجلس انتو بوزيشن تأفكتت صايد هاقفة المكان اللي انا حاسس انه فيه باسولوجي one hand placed under the elbow other hand just above the wrist. elbow flexed to 90 shoulder taken passively into 90 of forward flexion. ادي one hand one hand just above the wrist. one hand عم نستبلزيشن ال elbow واخدينه forward flexion في 90 درجة. والقلب برضو اه اكشن هعمل ايه? انا اللي هاخده اه هو بيقول لك هنا انا تحته خط ده عشان انا زي ما اقولت في الصور اللي فاتت اللي انا شرحت فيها أن البرسة دي اسمها ساب اكروميا البيرسة فيبتبت تحت الاكروميوم بالزبط. فهو هنا بيقولك انجريتر تبريستي بيخش تحت الكراكو اكروميا القرش فبيبين لي بقى واجع البرسة دي لما بيخش جوه. لما جريتر تبريستي يخش تحت الكراكو اكروميا القرش. هاحس انا بواجع. ده معنا ان البرسة فيه مشكلة فيه امبين جدا. بيكون امتى? احنا قلنا طبعا نفس الكنس بتاع اكرة الباب برضو هي السرابست هياخد دراع البيشنت هنا كده في انترنال روتيشن بسفلي. هتبقى لو حسيت بايه? لو حسيت الانترنال روتيشن طب احنا قلنا مرة قبل كده في الانترنال روتيشن زي ما احنا قلنا هنا كده في الانترنال روتيشن. اللهم بل ويظهر الروتيتور كاف باسولوجي او البيرسة او اللونج هيد او البايسيبس او الجلونويد اللابرام او اي لجون تاني موجود البين في الاندرينج هو العلمة البوزتف يعني في التست بتاع الهوكين سكندي تست بس ايوه احنا كنتخلصنا الحمد لله تيموي كان عمل لكم انسكيوهات زريفة يعني هتلاقوه اللينك في الديسكريبشن بوشوفوها وحلوها بعد ما تراجعوا المحاضرة يعني بعد ما تسمعوها نقول دعاء ختام المجلس سبحانك اللهم ومحمدك اشهد ان لا اليه الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امانوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك يا رب العزتي عما يصفون وسلامون على المرسلين والحمد لله رب العالمين ارجو ان الساعة دي تكون ساعة مفيدة ومسمرة بالنسبة لكم يعني ويكون شرحي واضح ويكون قربتلكم النقاط المهمة في المحاضرة يعني بصورة ثالثة وماكنش لغبطك في حاجة وبعتذر عن اي حاجة طولت فيها بداية او اي حاجة اثرت في شرحها وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم